أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا الطلاب في سلسلة من دروس الكيمياء الثلاثة للمستوى الثاني العلمي كيم 214-216 نبدأ حلقة درس اليوم بعنوان حرارة التكوين القياسية معادلة التجميع ماذا سندرس اليوم؟ درسنا في الدرس السابق كيفية حساب المحتوى الحراري لمعادلة ما عن طريق قانون هس مذاكرة سريعة لقانون هس درسنا في الدرس السابق طريقة حسابة المحتوى الحراري دلتا اتش للمعادلة التالية سابقاً كنا نعمل عمليات جبرية للمعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين من أجل الحصول على المعادلة الهدف ومنها نحصل على قيمة الدلتا اتش كانت هذه الطريقة باستخدام نظرية أو قانون هس للمراجعة سريع فكنا نعمل عمليات جبرية إلى أن نصل إلى معادلة الهدف ومنها نحصل على الدلتا اتش للمعادلة الهدف أما اليوم فسندرس طريقة أخرى لحساب المحتوى الحراري لمعادلة كيميائية ولكن باستخدام قانون يسمى بقانون التجمية فحساب المحتوى الحراري لتفاعل كيميائي باستعمال قيم حرارة التكوين القياسية ولكن ما هي حرارة التكوين القياسية؟ من الصعب تسجيل الدلتا اتش قيم المحتوى الحراري لجميع التفاعلات الكيميائية لذا اختار العلماء بعض التفاعلات أو لنوع واحد من التفاعلات لتسجيل قيم الدلتا اتش التفاعل الذي يتكون فيه المركب من عناصره في حالاتها الطبيعية القياسية يعني عند ضغط واحد اي تي ام وحرارة 25 درجة سليزية ويسمى المحتوى الحراري لهذا التفاعل دلتا اتش نود فورميشن يعني من ندرس دلتا اتش حرارة التكوين القياسية لذا تسمى بحرارة التكوين القياسية فحرارة التكوين القياسية تعني التغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين مول واحد من المركب الذي يرافق مول واحد من المركب في الظروف القياسية من عناصر في حالاتها القياسية مثال لو أخذنا مثلاً H2 gas plus Cl2 gas يعطينا 2HCl liquid زائد ΔH نقول عن الـ ΔH formation إلى الـ HCl إذا كان المعامل للـ HCl واحد مول لأنها حرارة تكوين واحد مول من المادة HCl في الظروف القياسية وفي عناصر في الحالات القياسية يعني لازم الـ H2 والـ Cl2 في ظروف قياسية ما يصير أقول H2 liquid في الظروف الطبيعية الـ hydrogen يكون غاز لكلور يكون غاز لذا يجب أن يكونان في حالة أو في حالتهم الطبيعية عند الظروف القياسية لتكوين واحد مول من الـ HCl يمكن تلخيص خطوات حساب حرارة التفاعل القياسية دلتا-H نسميها reaction RxN يعني reaction نود تعني ظروف قياسية بالصيغة التالية نقول دلتا-H يعني لحساب المحتوى الحراري لأي معادلة كيميائية ممكن حسابها بهذا القانون تساوي sigma أو summation إلى دلتا-H formation لكيم للنواتج ناقص sigma دلتا-H formation لكيم للمتفاعلات النواتج ناقص المتفاعلات ولكن يجب أن نلاحظ أن حرارة التكوين القياسية محتوى الطاقة عندما يتكون مول واحد من المركب وحرارة التكوين القياسية للعناصر دائماً تكون 0 كيلوجول لكل مول 0 للعناصر تكون 0 كيلوجول مثل الكربون والصوديوم الليثيوم هذه كلها عناصر تكون حرارة التكوين لها 0 كيلوجول لكل مول نستعرض مثال أول عن طريقة حساب الدلتا-H reaction لأي معادلة كيميائية يقول السؤال استعمل حرارة التكوين القياسية لحساب دلتا-H reaction للتفاعل التالي يعطونا التفاعل مجهول للمحتوى الحراري ويجب أن نستخدم القانون لحساب الدلتا-H لازم يعطونا الدلتا-H formation إلى المركبات المكونة للمعادلة مثلاً علماً بأن حرارة التكوين القياسية لكل من P4-O10 و P4-O6 على الترتيب تساوي يعطونا ياها بالكيلوجول شلون نحلها؟ أول شي نكتب القانون قلنا دلتا-H reaction يساوي سيجما دلتا-H formation لكل النواتج ناقص سيجما دلتا-H لكل المتفاعلات قبل ما أطبق القانون لازم أتأكد من المعادلة موزونة نتأكد مع بعض المعادلة موزونة أو لا نشوف P4 طلعت P4 الأكسجين 10 وطلعت بعشرة إذن المعادلة موزونة زين شلون أطبق القانون؟ نعرف هني عندي النواتج ومني دالين كامل أسميهم المتفاعلات فأقول دلتا-H reaction يساوي دلتا-H formation إلى النواتج عندي هذا الناتج بكتب دلتا-H formation إلى هذا الناتج المعامل واحد يعني مني بعد واحد خلصنا ما في نواتج ينزل السالب مثل ما هو في القانون فناقص أبدأ في دلتا-H للمتفاعلات فأقول دلتا-H formation إلى P4O6 أكتبها المعامل واحد فالمعامل واحد بعدين أقول دلتا-H formation إلى الأكسجين لدي هني 2 مول فلازم أكتب هني 2 مول أحين أعوض بالقيم فأقول دلتا-H reaction هذه عاطينيها في السؤال أنا أزلها مثل ما هي قلنا المعامل مالها واحد فتنزل سالب 2984 كالوجول ناقص هذا لين كامل مال النواتج المتفاعلات حساب بسيط فأعوض بالقيمة زائد 2 في 0 يعني مثلا الأكسجين هذا في حالة العنصرية فالدلتا-H formation ما أعطنيها في السؤال لكن أعرفها أنه تساوي 0 عمليات رياضية فتطلع الدلتا-H تساوي سالب 1343.9 كالوجول نستعرض التدريب الثاني بنفس الطريقة ونشوف مع بعض أوجد الدلتا-H كومب يعني كومبسجين يعني الاحتراق لحمض بيوتانويك حسب التفاعل التالي عاطينا التفاعل لاحتراق حمض بيوتانويك ولازم يعطونا الدلتا-H formation إلى المركبات المكونة للمعادلة فنبدأ نتأكد هل التفاعل موزون أو لا نتأكد مع بعض شوف عندي هني ثلاثة كربون زائد واحد أربعة كربون وفي النواتج طلع أربعة كربون الهايدروجين عندي سبعة زائد واحد ثمانية هايدروجين في المتفاعلات وفي النواتج أربعة في اثنين ثمانية هايدروجين الأكسجين خمسة في اثنين عشرة زائد اثنين اثناش اجي هني أربعة في اثنين زائد أربعة يساوي اثناش إذن المعادلة موزونة أبدأ أكتب القانون مثل ما شفنا في التدريب الأول فأقول دلتا إتش رياكشن تساوي سيجما دلتا إتش فورميشن للنواتج ناقص سيجما دلتا إتش فورميشن للمتفاعلات أجي أعوض أقول دلتا إتش رياكشن مثل ما قلنا هذا الجانب بيكون النواتج وهني بيكون متفاعلات فأقول دلتا إتش رياكشن نبدأ تانيكسيد الكربون عندي أربعة مول فتنزل هني أربعة دلتا إتش فورميشن إلى زي ما عليه إلى الماء أربعة فبصير دلتا إتش فورميشن إلى الماء الأكسجين نفس الشي أربعة دلتا إتش فورميشن إلى تانيكسيد الكربون وأصق القوس بعدين أنزل الناقص مثل ما موجودة في القانون وأجي أعوض عن قيم المتفاعلات أبدأ بالمتفاعل الأول عندي واحد مول إلى حمض بيوتانويك فأقول دلتا إتش فورميشن واحد مول إلى حمض بيوتانويك زي ما بعدين أجي إلى الأكسجين لأن من ضمن المتفاعلات عندي خمسة مول فبكتب خمسة دلتا إتش فورميشن إلى الأكسجين في التعويض عادي نحن نبدل لأنها كأنها حدود كأنها رياضيات يعني مو لازم بيوتانويك مني مني الأكسجين لا ممكن التبديل لأنها حدود عمليات جبرية رياضيات نكمل رياضيات نعوض بالقيم مثل ما موجودة في الجدول عاطيني دلتا إتش فورميشن إلى الماء نزلها ما ننسى الوزن الأربعة تنزل ثاني أكسيد الكربون عاطيني إياها فبنزل أربعة بنفس القيمة وبنفس الإشارة ناقص تنزل حسب ما موجودة في القانون بعدين الأكسجين قلنا حالة العنصرية يعني حرارة تكوينة صفر والخمسة بتنزل المقدار هذا كامل بيصير صفر ودلتا إتش فورميشن إلى حمض بيوتانويك في واحد فدلتا إتش بتطلع لنا سالب 2183.2 كيلجون وبقول دلتا إتش ريكشن بتساوي هذا المقدار تهى الدرس عزائنا الطلاب ونلقاكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من سلسلة دروس الكيمياء ثلاثة ثلاثة تهى الدرس وشكو أدوات عزائنا جديدة من سلسلة درس وشكو أدوات وشكو أدوات